انتعشت أسواق الأسهم الأوروبية بشكل واضح قبل إغلاقها مساء الثلاثة مدفوعة بارتفاع أسهم الأسواق الروسية بعد أن سجل مؤشر البورصة RTS في موسكو مكاسب بـ 6% في نهاية تعاملته على إطري توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامر لقواته المشاركة في منورة عسكرية قرب الحدود الروسية الأوكرانية بالعودة إلى قواعدها ما أدى إلى انحسار المخاوف من حرب محتملة في المنطقة في بورصة لندن سجل مؤشر فوتسي ارتفاعا بـ 1.72% وسجل مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت 2.46% تماما كمؤشر كاك أربعين في باريس بورصة ميلانو مادريد والشبونة سجلت انتعاشات ممثلة